يامسا الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم نبدأ معاكم حلقة جديدة والسادسة والتحية واجبة في البداية لكل جماهير النادي الأهلي اللي بتتابع حلقة النهاردة أفكركم في يوم من الأيام المميزة جدا لكرة القضاء نهاردة فيه مطشين من أصحاب المستوى الرفيع مطشين فيهم كل عناصر المتعة في كرة القضاء العنصر الأول بشوف دايما يعني أنه حالة الصراع اللي بتبقى موجودة في الملعب بين فرقتين عندهم نفس المستوى المتقارب أو نفس المستوى من القوة حالة الصراع دي بتخلق عند المشاهد حالة من المتعة ودي يمكن السماء اللي بتتميز أغلب مطشاة الدوري الإنجليزي بصرف النظر عن مين فريق كبير ومين فريق صغير لكن حالة الصراع دي موجودة طول التسعين ديها وتحس وانت بتتفرج كده أنك انت بتنهج مع العيد وحالة الصراع النهاردة تمنها غالي شويتين نحن نتكلم على فرقتين تقريبا بيقدمون لنا 2 مليار دولار على أرض الملعب ويمكن يزيد شوية عن 2 مليار دولار المواجهة الأولى هتكون بين PSG باريت سان جيرما وريال مدريد في دور 16 لدوري الأبطال والفرقتين الحقيقة مدججين بالأسماء ومدججين بين النجوم وبالنجوم وخصوصا طبعا PSG فدي هتكون مواجهة نارية ينتظرها الجميع واعتبرها كده مبدئيا نهائي مبكر أو يعني مباراة كدت تكون نهائي مبكر لأن الفرقتين يستحقوا الحقيقة أنهم يوصلوا للمباراة نهائية لكن النتيجة تكون لصالح مين؟ بوشتينو ولا أنشلوتي؟ ده اللي هنعرف الرد عليه النهاردة وأتوقحها مباراة نارية لكن لو أنت مالكش علاقة بقصة الفلوس والقيمة التسويقية وتمن اللعبين ومين النجوم اللي موجودين في الفرقتين وبيمتعك ويكيفك قوي فكرة تيمورك اللعب الجماعي الكورة الجماعية الفريق اللي مفوش نجمة قيل زي لا يوميسي ولا نيمار ولا يمبابي لكن فيه فرقة كلها نجوم ويزيد عليهم شوية مدير فني قادير ومحترف ويمكن يكون الأفضل على مستوى العالم النهاردة يبقى عنيك تروح على طول لمن سيتي اللي هيواجه سبورتينج لجبونا ودايما ماتشاط المان سيتي بيبقى فيها متعة وبيبقى فيها حلاوة وبيبقى فيها كرة وبيبقى فيها جماعية الأداء اللي اتمتعك برضو طول التسعين دقيقة كلام ده عن شامبيونز ليج أوروبا اللي بيرجع مرة تانية والبداية مع الماتشين دون النهاردة قبل ما نروح طبعا للي يهمنا أكتر وقت شامبيونز ليج أفريقيا واللي يبدأ فيه الأهلي مشواره بإذن الله يوم الجمعة اللي جاية في مواجهة الهلال في ملعب الجوهرة الزرقاء بعد تجديده طبعا لأن الهلال حقيقة عمل مجهود كبير جدا دايما يعني ذكرياتنا في ملعب الكرة السودانية مش الأفضل على الإطلاق ويمكن حتى مواجهة الأهلي والهلال الأخيرة بتحمل ذكريات ما كانتش لطيفة قوي لكن في النهاية الهلال قدر ينجح في أنه يطور من ملعبه ويخليه مطابق للمعايير اللي حطار الاتحاد الأفريقي وبالتالي ماتش الأهلي مع الهلال هيكون على ملعب الهلال الجديد أو الملعب اللي تم تجديده بالفعل ملعب الجوهرة الزرقاء يوم الجمعة بإذن الله فرقة وقول لحضراتكم جدول فرقتنا من النهاردة اللي رجعت مرة تانية تتمرن كان المفترض أنه ميسر المسلميني حطت خطة أنه الفرقة ترجع تتمرن وتستعد للمباراة بدأتها من المباراة ولكنه ارتقى أو شاف أنه الفريق في حاجة مسة وهو الحقيقة محقف ده بشكل كبير جدا للراحة فقرر نريد راحة كمان إضافية مباراة والنهاردة ترجع الفرقة للتدريب وهنروح للتدريب وهطمن حضراتكم على أخبار فرقتنا وطمن حضراتكم كمان على سكواد الأهلي اللي هيسافر نهاردة معنا شوية أخبار حلوة إن شاء الله بإذن الله فيما يتعلق بسكواد الأهلي للمسافر وبكرة هيبقى فيه تمرين الصبح بادري وبعد كده اللقايبة تركب الطيارة الساعة 2 تقريبا عشان تسافر على السودان تتمرن تمرين واحدة يوم الخميس قبل ما تلعب المطش يوم الجمعة كل التوفيئة لأبطالنا بإذن الله خليني أبدأ مع حضراتكم حلقة النهاردة بأهم الأخبار والعنوين الأهلي بيستقنص تدريباته اليوم في التتش استعدادا للهلال السوداني ومسحة طبية لبعثة الأهلي استعدادا للسفر إلى السودان ميران وحيد للأهلي في السودان قبل مباراة الهلال بدوري الأبطال والأهلي يكشف غدا تفاصيل تسويق عضوية النادي في الفروع الأربعة اتحاد الكرة يخاطب الفيفا لتأجيل مباراة مصر والسنغال لـ 29 مارس ووزير الرياضة يتواصل مع وزير الداخلية بشأن ترتيبات مباراة مصر والسنغال اشتركوا في القناة